نبي قادم بانطلاقة مشرف وعاشراً وتابع انطلاقة شعار بن خموش مع محبوب مظفر بن محمد بن خموش العامري هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمين الباحثين عن الفوز لكن لنا عودة إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى وإلى التحدي الأول ما زال شهين أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي هو المحتل الصدارة يسيطر تمام السيطرة على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول بينما المركز الثاني وتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيلي هو الحاضر مع زيزوم مع المركز الثاني المركز الثالث تابع القادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات تابع انطلاقة وتحدي هذا الشعار وهذا الاسم القادم تابع انطلاقة وتحدي أوروكيت تركي بن عوظل بن غلاب الصوات أبناء المملكة أكاديمين بكل قوة بانطلاقة أوروكيت اسم تاريخي اسم خطير يابو غلاب المركز الرابع وتابع انطلاقة وتحدي غياث سالم بن شليويح بن محمد الجابري هو الحاضر بانطلاقة غياث المركز الخامس وتابع مياس وتحدي مياس منصر بالطوير بالاسود العامري قادم مع مياس المركز السادس وتابع التحدي والانطلاق في هذه اللحظات وأتابع هذر القادم مع المركز السابع مشاكل خليل بن راشد بن علي الشامس يقادم بكل قوة أيضا القدوم وتابع مشرف ناصر بن محفوظ بن خميس الجنابي قادم بانطلاقة مشرف وأيضا التسلل والحضور وتابع الجوف خميس بالسلطة بالخميس الوهيبي بدأت الشعارات بالاقتراب ليتابع مع المركز العاشر شعار بن خموش يتقدم ويحتل المركز العاشر لكن لنا عودة إلى مقدمة الشعط إلى المركز الأول إلى شعار بن الدرعي في هذه اللحظات شهين أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي يحتل الصدار يحتل المركز الأول بينما المركز الثاني وتابع القادم والمنطلق زيزوم سيب بن مبارك بن هواش الاخيري هو الحاضر في هذه اللحظات وأيضا الأسماء القادمة بدأت بالاقتراب بدأت الشعارات بالظهور في هذه اللحظات ليقترب متابعين الكرام مع المركز الثالث وتابع مياس منصر بالطوير بالأسود العامري هو الحاضر وأيضا القادم غياث سالم بن شلويح بن محمد الجابري وأيضا القدوم وتابع في هذه اللحظات انطلاقت وتحدي متابعين الكرام مشرف ناصر بن محفوظ بن خميس الجنابي ولكن لنا عود إلى مقدمة الشعط إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول إلى الصراع الثنوائي ما بين الكبار ما بين العمالقة ما بين متابعين الكرام شهين أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي وما بين زيزوم سيب بن مبارك بن أهواش الخيالي الفوسوين الناموسوين يهل الزمول بدأ الهدير في هذه اللحظات وتابع القادم وتابع مشرف ناصر بن محفوظ بن خميس الجنابي هو الحاضر مع مشرف وأيضا القادم مياس منصور بالطوير بالأسود العامري ياهي معركة ياهو صراع وأيضا القدوم وتابع غياث سالم بن شرويح بن محمد الجابري ولكن العودة إلى شهين من يحتل الصدار في هذه اللحظات بشعارك يا الدرعي أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي بن هواش هو القادم مع المركز الثاني يحتل المركز الثاني بين طلاقة شعار يقدم لنا زيزوم سيب بن مبارك بن هواش الخيالي هو الحاضر مع المركز الثاني المركز الثالث وصلكم بن خموش تقدم بن خموش في هذه اللحظات ليقدم لنا محبوب محبوب يا محبوب هو القادم وأيضا الحضور وتابع هو النداء لمسار حمد بن عوضة بن سهيل الخيالي وأيضا القدوم وتابع زود عمر بن محمد بن سيف الخاطري وكذلك القدوم وتابع الأسماء وصل في هذه اللحظات الذهاب حمد بن محمد بالسم المنصوري ولكن العودة إلى شعارك يا الدرعي من يحتل الصدار شاهين مع المركز الأول أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي هو المنطلق مع الصدار المركز الثاني زيزوم وحضر في هذه اللحظات مسار حمد بن عوضة بن سهيل الخيالي الكيل الأخير الكيل الخطير يا الدرعي يا بن هواش وأيضا وتابع وتابع مسار الخيالي قادم ولكن الدرعي ما زال مع الصدار ما زال مع المركز الأول روح يا الدرعي روح روح يا الدرعي في انطلاق الشاهين في الانجازات وفي البطولات سيزوم قادم في كل قوة سيزوم قادم في هذه اللحظات بن هواش ولكن ولكن الدرعي عصادة بلطانة ما حركوها من اجدادة ما حركوها من اجدادة الله يا مالك شاهين أحمد بن محمد الدرعي ولكن بن هواش بن هواش هو الحاضر هو الحاضر ما بين الدرعي ما بين الخيالي ولكن القدوم اتابع مياس مياس حاضر بكل قوة الله الفوزوين سالم بن مبارك بسهل الم الزرعي قادم مع مياس مياس الدرعي بن هواش ولكن الزرعي 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة الفوزوين ولكن الدرعي أصمد يا الدرعي أصمد أصمد يا الدرعي اللحظات الأخيرة ما بين الدرعي وما بين مسار ولكن الدرعي سلام وتحية واحترام لمالك شهين أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي مركز الثاني المركز الثاني مسار حمد بن أحمد بن سهيل الخير للمركز الثالث وصل مع المركز الرابع مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي وخامسا المركز الخامس كان زي زوم سيب بن مبارك بن هواش الخيلي إذن تهنينه النموس لمالك شهين حمد بن محمد بن أحمد الدرعي 13 دقيقة 7 ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية بينما اللي احتل المركز الثاني كان مسار حمد بن عوضة بن سهيل الخيلي وتوقيته الزمني 13 دقيقة 7 ثواني ثمانية أجزاء من الثانية تهنينه والنموس بينما اللي احتل المركز الثالث كان مع المركز الثالث مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي وتوقيته 13 دقيقة سبع ثواني ثمانية أجزاء من الثانية تهنينه والنموس المركز الرابع كان مع المركز الرابع الذهب